شاركت سعادة سيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذ لمجلس التنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والوزراء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا في أعمال المؤتمر الاقتصادي والاستثماري لدول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد يوم أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية هذا وتضمنت الجلسة التي شاركت فيها سعادة وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية التركيز على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيان في عدد من القطاعات ذات الأولوية لدى هذه الدول إلى جانب مناقشة آليات تعزيز الروابط بين البلدان فيها بما يتواكب مع إطار عمل التعاون بينهما للعوام الفين واربعة وعشرين الفين وثمانية وعشرين والسعرضت الجلسة والشراكة المستمرة ودرت تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب بحث دور القطاع الخاص في تشجيع تطوير بيئة أكثر دعم للتدل لأستثمار في سبيل تحقيق رفاهية الجميع هذا عبرت سعادة وزيرة التنمية المستدامة عن التزام البحرين بتعزيز الشراكات الراسخة التي بنتها دول الخليج العربية ودول آسيان مضيفة أن مملكة البحرين أطلقت خطة التعافي الاقتصادي في الربع الأخير من الفين وواحد وعشرين بهدف تشجيع التعافي في أعقاب الجائحة حيث أسعت الخطة إلى تركيز على استقطاب الاستثمارات للقطاعات الاستراتيجية في المملكة ترجمة نانسي قنقر